اسم الدرس أرسم الموسط العمودي لقطعة مستقيم أستحضر أرسم قطعة مستقيم ألف باء قيس طولها بالسنتيمتر ستة أعين باستعمال البركار النقاط هاء كاف نون ميم حسب المعطيات التالية إن أمكن ذلك النقطة نون ميم هاء كاف بعضها عن ألف بالسنتيمتر أربعة اثنان سبعة خمسة بعضها عن باء بالسنتيمتر ثلاثة أربعة ثلاثة خمسة ألاحظ وأستنتج الإجابة أولاً نرسم قطعة المستقيم ألف باء ثانياً ثانياً نعين النقاط هاء نون كاف ميم باستعمال البركار ثالثاً ألاحظ أن النقطة ميم تنتمي إلى ألف باء وباقي النقاط الأخرى خارج عن ألف باء لأن مجموعة بعديها عن طرفي ألف باء أكثر من ستة سنتيمتر ألف باء يساوي ستة سنتيمتر كاف متباعدة بنفس المسافة عن ألف وباء وبالتالي لو رسمت مستقيماً عمودياً يمر من كاف على ألف باء فسيكون الموسط العمودي لهذه القطعة أستكشف ثانياً أثناء حصة التربية المدنية أوقف المعلم أحمد وسامي في نقطتين ألف وسين وطلب من خمسة تلاميذ أن يقفوا في خمسة مواقع مختلفة بحيث يبعد كل منهما نفس المسافة عن أحمد وسامي ألف أساعد كل طفل بتحديد موقع له يحقق هذا الشرط الإجابة الإجابة باء أبين لأصدقائي كيف توصلت إلى ذلك الإجابة الإجابة توصلت إلى تحديد موقع كل تلميذ تلميذ واحد تلميذ اثنان تلميذ ثلاثة تلميذ أربعة تلميذ خمسة باستعمال البركار وذلك بتحديد مسافة متباعدة بنفس الطول عن موقع أحمد وسامي أي ألف وسين جيم أرسم المستقيم المار من موقعين من هذه المواقع ألاحظ وأستنتج أحدد خاصيات هذا المستقيم في هذا الرسم الإجابة ألاحظ أنني عندما أربط بمستقيم بين موقعين لتلميذين أو أكثر فإن المستقيم يمر من النقاط كلها دون استثناء مما يعني أن هذه النقاط على استقامة واحدة وأنه رغم تباعدها عن بعضها فكل نقطة متباعدة بنفس المسافة عن ألف وسين فهذا المستقيم يمر من كل النقاط ويتعامد مع ألف سين هو الموسط العمودي لألف سين أتدرب ثالثا أحدد كل رسم يكون فيه المستقيم ميم موسطا عموديا لقطعة المستقيم وأعلّي الإجابة الإجابة المستقيم ميم في الرسم الثاني هو الموسط العمودي لقطعة المستقيم ألف باء في وسطه وأي نقطة من نقاطه تبعد عن ألف وباء بنفس المسافة الموسط العمودي لقطعة المستقيم